كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ما هو أعظم وأكرم عند الله تعالى من المتاعي الدنيوي لا شك أننا جميعا نبحث عن الدنيا لا شك أننا جميعا نجري ونتصابق من أجل نيل متاعي الحياة الدنيا هذا أمر طبيعي وفطري لكن المولى عز وجل الحنان المنان المربي يدلنا على شيء أفضل وأكرم وأنعم من متاع الدنيا الزائل يخبرنا بأنه لحرج في أن نبحث عن متاع الدنيا ولكن لا ينبغي أبدا أن نغفل بأن هناك نعيم آخر في انتظارنا هناك نعيم يستعد ويتأنق ويتألق في انتظار عباد الله المخلصين فما هو متاع الحياة الدنيا وما هو هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكرم وأنعم من متاع الدنيا كل هذا يلخصه المولى عز وجل في كتابه العزيز فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولنا العظيم أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نسبح في معاني هذه الآيات البينات العطرات ونتعرف عن حقيقة الدنيا وما لنا فيها ثم نتعرف عن ما ينتظرنا بعد عمر طويل ننتقل إلى عالم آخر ماذا أعد فيه المولى جل على في مستهل هذه الآيات ربنا يقول زين للناس حب الشهوات ما معنى زين هنا زين بني للمجهول من الذي زين لماذا لم يقل زين الله للناس وإنما قال زين بمعنى أن المزين المبني للمجهول قد يكون تارة هو الله جل جال علاه وقد يكون إبليس والعياد بالله فالله تعالى هو زين هذه الملدات والشهوات لأنه خلقها وأوجدها وهيئها للانتفاع بها كل هذه الشهوات التي سوف نذكرها من خلقها الله تعالى وهو الذي أوجدها وهو الذي ركزها في قلوبنا جعل في قلوبنا شهوات وملدت مركوزة وقد يكون المزين هو إبليس لأنه يستغلها فيميلها عن طريقها ويجعلها منحرفة فتكون هذه الشهوات فيها خديعة وفيها وسوسة وفيها إيقاع بالإنسان هذه الشهوات هي ربنا عز وجل ذكر منها سبعة أول ما ذكر ما هو قال زين للناس حب الشهوات من النساء أول شهوة ركزها الله تعالى في قلوب البشر هي شهوة النساء فربنا عز وجل لما خلق أبان آدم عليه السلام خلقه عازبا وظل آدم قيل أربعين سنة في الجنة يتنعم كان لم يكن عنده أي مشكل وحينما خلق الله له أمنا حواء هنا ستبدأ فتنة إبليس سيحو حوله وسوف يوقعه في المعصية هذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء بمعنى أن المرأة حضورها قوي في حياة الرجل الرجل قد يكون قوي وقد يكون عنده عواطف جياشة وعنده صلابة ولكن أمام المرأة يضعف وقد يغير مبادئه وقد يتخذ قرارات خاطئة لإرضاء المرأة يحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضور المرأة في العمل السياسي وفي القضايا الكبرى حتى قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء معظم الخطايا التي وقع فيها بني إسرائيل في عهد موسى وفي بعده من الأنبياء الذين يتلوه دوما إذا بحتى في أي مشكلة ستجد بأن حضور مرأة قوية تؤثر في القرار لكن ليس كل النساء فتنة هناك النساء التي هن مؤمنات صادقات إذا هذه شهوة النساء هي شهوة زين للناس حب الشهوات من النساء المرأة إذا كان الغاية منها هي البحبة الصادقة والمودة والوئام والغرض منها هو تحصيل العفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إذا كان الغرض منها تكوين أسرة وإنجاب أولاد هذا أمر مرغوب فيه وهذا أمر مطلوب هذا هو التزيين الذي وضعه الله تعالى جعل المرأة بهذه المعاني الله زينها ولي خلقها بهذه الأوصاف الجميلة الجدابة وهو الذي جعل في نفس الإنسان رغبة وإنجداب وهو الذي جعل النسل لا يتم إلا بالاتصال بين الرجل والمرأة وبحياة مستقرة يتكاتر النسل وتكون الخلفة بهذا المعنى فالمزين هو الله تعالى وهنا المرأة طيبة وهي خير متاع كما قال رسول الإسلامي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك هذه المرأة الصالحة خير متاع أعظم متاع فالمزين هنا قد يكون هو الله الخالق البارئ أعطاك مرأة فيها العفاف وفيها المودة وبها يحصل الخلفة هنا المزين الله تعالى لكن قد يكون المزين هو الشيطان لما تجد النساء يستعمل جمالهن سلاح للإغواء وللإغراء وللفتن وللإقاع بالناس في حبال الشيطان والعياد بالله يكون هنا المزين الشيطان جمال المرأة تحول إلى سلاح ورونقها صار فتنة هذا معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بعد أن ذكر حب النساء ذكر حب البنين هو متاع عظيم لأن الإنسان أعظم ما يحبه في الوجود هم أولاده أولادنا فلدات أكبادنا هم أكبادنا تمشي على الأرض قرة العين وأعظم محبة ممكن أن يقرها الإنسان هو لأولاده ومن أودع لنا المحبة هو الله تعالى جعلنا المحبة في النفوس لماذا؟ لبقاء ودوام النوع الإنساني إذا افتقدنا المحبة من الأباء والأمهات والأولاد قد يضيع النسل ولكن هذه المحبة بها الله تعالى يجعل البقاء الإنساني والنوع الإنساني دائما وباقيا وربنا سبحانه وتعالى حبا في الأولاد يجعل الرجل يحب المرأة وكذلك المرأة تحب الرجل لماذا؟ حبا في الأولاد هذا معنى قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة في أوله الحياة وقد قد تصيبهم بعض النكبات ويذهب هذا الحب يبرد البرد العاطفي لكن يبقى الأولاد الأولاد نعمة عظيمة الأولاد نعمة كريمة الأولاد بهم تبقى الرحمة فالرجل يرحم زوجته لأنه أم أولاده والمرأة ترحم زوجها لأنها أبو الأولاد ويصبر بعضهم على بعض ويستمرون في الحياة رغم النزاع كل هذا لماذا؟ لبقاء النوع الإنساني ليكثر التناسل وتبقى هذه الحالة الغريزية مستمرة لكن ما معنى زينا هنا إذا كان المزين هو الله تعالى فهذا الأولاد غد يكون إنسان يحب أن تكون عنده أولاد تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي حديث آخر قال فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة فالذي ينجب الأولاد بغرض أن يعلمهم الدين ويكونوا صالحين في المجتمع وأنهم يبلغون رسالة الله وأنهم يكونون يحمل المشعل بعده هذا خير عظيم وهذه باركة كبيرة هذا أمر محمود أما إذا كان يولد الأولاد فقط ليتفخر بهم أو ليستعملهم في بعض الخدمات أو ليدخل بهم في معارك هذا كله مذموم فالمزين هنا هو الشيطان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ثم قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الناس يحبون المهل حبا جمع لقد خلق الإنسان وهو يحب المهل لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتبع الله على من تاب إنسان لا يشبع من المال إذا كان يريد المليون يصل إلى العشرة يصل إلى المائة مليون يصل إلى المليار يصل إلى عشرة ملايير ويستمر لا ينقاضي أبدا هل من مزيد هل من مزيد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ربنا قال والقناطير المقنطرة هذا تعبير عن ميزان معناه هو جمع قنطار هو تعبير عن وحدة وحدة للقياس بمعنى أنه مال وفية القناطير المقنطرة يعني لما تقاص في الميزان هي تقيلة جدا يريد أن يكون عندهم مال وفير لأن الأقدمون كان عندهم إما الدراهم المعدودة فشاروه بثمان بخص دراهم معدودة إذا كانت قليلة تعد بالدراهم وإذا كانت كثيرة لا تعد بالدراهم بل من الميزان بالقناطير فهذا المال هو قد يكون المزين هو الله تعالى الله تعالى قد يزين لك هذا المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح رجل من الصالحين قال الله المال فوينفقه على أهله ودويه ويوسع به على الفقراء والمساكين والمحرومين والأيتام والمرضى هذه نعمة نعمة عظيمة الذي أعطاه الله هذا المال فهو ممدوح شرعا ومحمود لكن قد يكون الذي يريد يجمع المال فقط ليتفخر ويتباهى به على الناس ثم يتكبر على الضعفاء ويتجبر على الفقراء فهذا مذموم فالمزين هنا الشيطان زين مبني للمجهول من الذي زين الشيطان يعطيك المال الوفير لا خير فيه لا خير فيه إذا كان عندك مال وفير وتجمعه وتتفخر به وتتعالى على الناس هذا المال لا خير فيه هذا عذاب عليك أن تخلص منه أما إذا كان هذا المال تجعله للنفق والتوسي على العيال ثم للإعطاء لمن حولك من الفقراء والمساكين والأيتام وإفرحهم فهذا نعم المال نعم المال الصالح للعبد الصالح والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة هذا نوع من المال كان عند العرب قديما هو الخيل الخيل المسومة هي الخيل المرعية الخيل المعلمة الخيل الرائعة الحسناء لأن العرب عندهم خيل يجرون الأثقال والعربات وهناك خيل للتباهي بحل الخيلة أو أصحاب التمرضة عندهم خيول كتلقى أعزوا إليه من ابنه أعزوا إليه تمسعينه ما تمشي الخيل دياله عزيزة الخيل المسومة كتلقى كيتالله فيها وينفق عليها ويتعهدها بالنظافة ويعطيها الدوائد مارضة عزيزة وهذا المال للخيل يكون عظيم والخيل معقود فيها الخير إلى يوم القيامة هذا الخيل كانت عند العرب من أجود الأموال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ستبقى هذا الخيل كأحسن الأموال إلى قيم الساعة يعني كل عصور إلى يومنا هذا معلوم أن اللي عنده الخيل المسومة رغم الأثرياء رغم الأعيان لا يستطيع أن يكسبها إلا إذا كان ثريا هناك الأمراء والسفراء وعليا القوم والناس الأثرياء هم الذين يمتلكون الخيل المسومة ماشي الخيل التي تجر العربات والأتقال هذه المقهورة مسكينة فقال لنا من يزينها هذه الخيل المزين إذا كان الله تعالى معنى أن الإنسان إذا كان يحمد ربنا على ما سخر لنا من هذا المركوب هذا مسخر الله تعالى قال لنا ودللنا لكم فمنها ركوبكم ومنها تكون يعني مسخرة وكي يستعمل الإنسان إما لتبيى الفرحة والسرور وأنه يشوف نعمة الله عليه يكون المزين هو الله أما إذا كان يستعملها للتفاخر يركب فق منها ويحتقر الآخرين أنتم ما تستطيعوا أن تصلوا إلى مستوى الرفيع يتفخر ويتعظم هنا المزين الشيطان زين للناس والمبنى المجهول هو الشيطان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط والأنعام ما معنى الأنعام الأنعام هي أربعة هي الإبل والبقر والغنم والمائز هي التي يأكل لحمها هذه الأنعام الأربعة هي خير المال لي عنده الإبل را عنده خير المال ولي عنده البقار را ربي كرمه واللي عنده الغنم ربي عزه واللي يعطاه المعيز ربي فرحه واللي يعطاه شي كله ربي غناه هذا من أجود المال والناس اللي هم في الفلاحة يعرفون قيمة هذه الحيوانات هي أصلها مال وفير لكنه حيوانات حية ترزق إذا كان الإنسان تعقل الله هذا النائم كله ويشكر على ما أعطاه ويأكل منها ويدبح ويتصدق وينفق هذا مال خير هذا مال عظيم الذي يزين الكسب يبقى يكسبه ويدي الفيرمات ويعود يوسعها ويجيب الطبيب البيطاري ويعتني بها هذا ربنا عز وجل أكرمه هو الذي يزين هذا العمل الصالح لأن هذا العمل بالناس يعيشوا وكي يستمروا في الحياة ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويشكرون المولى فالمزين الله أما من أرد أن يجمعها للمضاربة وللتفاخر وللتعظيم وللاستغلال فالمزين الشيطان والخير المسومة والأنعام والحرط الحرط هي الأراضي الفلاحية المتخدة للغرس والمعدة للزراعة هذه الحرط أراضي إما فرمات إما بيعات إما مزارع إما وإما كل هذه دليل على المال هذا ما الوفير الفلاحة والزراعة من أعطاه الله له أعطاه الغنى الغنى الوفير والخيل الكثير هذه الأمور كلها هي محببة للإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا رب عز وجل في الختام قال لنا هذه الأمور كل لكبلكم بأنه ذهب وفضة وأنعام وقناطير كل هذا ره مجرد متاع لا تغترون به اسألوا من ودع الدنيا تركهم ورحل بدونهم هذا كل متاع حياة الدنيا وزنتها لأنها هي عملة حدها الدنيا الآخرة عملة غير مقبولة العملة للآخرة هي الحسنة ربنا قال لنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه النعم الزائلة لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة واللي تنفع صاحبها هو حسن المآب أي حسن المرجع الله تعالى يمنينا بأننا سوف نعود إليه وسوف نلقى حسن حسن مآب فالمقصود أن من أته الله الدنيا عليه أن يستمتع بها هذا حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيام فكل هذا مطلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا بتجارة أعظم من هذا من أراد أن يفوز أكثر من هذا من أراد أن يكون في القمة من أراد أن يكون في الصدر ما علي أن يفعل هو أن هناك أساليب أخرى للغنى وللإمتلاك قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الله عز وجل سيدلنا على البديل وهكذا أسلم القرآن القرآن العظيم يطرح القضية ثم يأتي بالبدائل ثم يرغب ثم يرهب ثم يربط القلوب بالله هذا منهج القرآن دائما يطرح ربنا قضية معينة إشكال ثم بعد ذلك يعطينا البديل نستع السياسة خسوموا هذا المنطق القرآن إذا حرمنا وإذا منعنا شيئا أين هو البديل لابد أن تعطيني البديل والبديل يكون ممكن التنفيذ ممكن الحصول عليه وبأقل تكلفة ثم ربنا يستعمل أسلوب الترغيب طارة وأخرى أسلوب الترهيب هذا من بل التربية لأن الإنسان بطبعه لا ينفع معه الترغيب على طول كما لا ينفع معه الترهيب على طول بل لابد أن يكون هناك توازن بين الترغيب والترهيب وفي الختام تجد ربنا عز وجل يفتح لنا باب الأمل ويربط القلوب بالله جل علاه كل هذه أدول معنى القرآن جميع الآيات التي قررتها في كتاب الله قد تسير على هذا النصق يقول تعالى البديل قل أنبعكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحر هذا هو البديل القابل للتنفيذ الله تعالى يخبرنا عن هذا البديل فيقول يا محمد قل للناس هل أنبئكم هل أبين لكم ما هو أفضل عند الله تعالى ولكم من هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط هل تريدون أن أنبئكم بأفضل من كل هذا قالوا ما هو هذا الأفضل قال للذين اتقوا عند ربهم جناتهم تجري من تحت الأنهار الذين اتقوا يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون من المتقين إياك أن تغفل إياك أن تفوتك هذه المعاني الحياة قصيرة سرعان ما تنضي إذا فتتك هذه المعاني بعت ضياعا كبيرا للذين اتقوا التقوى ما من التقوى التقوى كما عرفها سيدنا علي ابن أبي طالب بمعنى مركز قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لابد أن يكون عندك هذه المعاني تقوى الله خوف من الجليل دائما تستشعر بأن الله معك ربي يسمعنا ينظر إلينا ربي معنا أخشى أن أفعل شيئا لا يرضيه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ما في القرآن العظيم من أحكام وفي السنة المطهرة أعمل بها وأسعى لإرضاء الله والرضا بالقليل يعني ربنا لما يقسم الأرزاق ويقسم المتاع في الدنيا جعل الناس متفاوتين نصيبك عليك أن ترضى به يعني أنت لست مسؤول ولا الوضع العام مسؤول إنه قدر الله وقسمة ونصيب ارضى بالقليل حتى ياتيك الله الكثير والاستعداد ليوم الرحيل دوما العبد المؤمن مستعد بأنه هنا في الدنيا كأنه عابر سبيل كأنه مسافر أو ضيف أو عابر سبيل سوف يرحل كي ابني الضار وكي زينها وكي عرب بأنه سيرحل وقدر في مكانها كيشري السيارة الفارهة يسوقها ويعلم بأنه سيرحل ويتركها للورة ينشئ الأرصد البنكية ويملأها ويعلم أنه لن يأخذ شيئا منها ويساهم في أشياء كثيرة لكن يبقى له ثوابها يبقى له أجرها إن فعلها طاعة لله أما إذا فعلها تفاخرا وفعلها من باب الكبرياء والعجب ضيع عليه كل شيء بماذا يعيدنا الله تعالى جنات الله أكبر جنات مش جنة واحدة هي جنات لأن الجنة لما تدخل إليها فيها رحلات مرة كتمشي الوحد العالم دي الجنة واليوم الموالي كتمشي ترحل عالم أخر واليوم بعده عالم أخر ليس هناك جنة واحدة ستصاب بالملل الكوكب الأرضي في قارات مرة في أوروبا مرة في أمريكا مرة في روسيا مرة في إفريقيا مرة في القطب الشمالي المتجمد مرة في القطب الجنوبي المتجمد مقارات متعددة وفي البلد الواحد هناك أقاليم شمال والجنوب والوسط أما الجنة فربنا عز وجل قالك هي جنات عوالم كل مرة تسافر ليس لها حدود وكل جنة عرضها السماوات والأرض عرضها أما الطولها لا يعلمه إلا الله هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار ما في أزمة عطش ولا أزمة ماء الأنهار من كل مكان الجنة مليئة بالأنهار بدون مجرى ما في مجرى الأنهار تمر أمامك أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لدت للشاربين أنهار كثيرة العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ثم قال خالدين فيها الخلود الأبدي نحن في الدنيا الآن نعمل ودائما نقول متى سأحصل على التقاعد وكم سيتبقى لبدا التقاعد وكم سأستمتع فمن الآن أي متعة أشعر بأنها معكرة لأن هناك تحسب الموت في أي لحظة والموت لا تنتظر منك أن تتقاعد الموت قد تأتي في أي لحظة يموت الشباب ويموت الصبيان ويموت الغلمان ويموت الكبار والصغر فالإنسان في الدنيا دائما مهدد بالموت إذا أصابتكم مصيبة الموت إن تأتيكم إلا بغتا لكن في الآخرة في الدار الأخرى ما في موت ربنا يقول لملك الموت يا ملك الموت موت فيموت ملك الموت وينادي مناد خلود لا موت أبدا هذا معنى خالدنا في أبدا يعني ماكتين لن تنزع منكم الحياة مرة أخرى ستعيشون وسوف تستمتعون وكل يوم لا يشبه الذي قبله كل يوم هو في شأن ما في روتين وأزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خبن فيها وأزواج مطهرة الله تعالى يعطيك أزواج هي أطيب وأنبل مما تضن ما عندها هذه الأزواج نقصان الذي في الدنيا مثلا الرجل في الدنيا قد يرى المرأة فيها نقصان أن مثلا يأتيها الحيض مثلا في مدة الحيض لا يقربها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض أو هناك ربما قد تكون المرأة لسانها صليط أو تكون قلقة ضجرة في كل وقت أو تكرأ أهلك وأحبابك أو أنها تكون محبة للمال هذه الصفات سيئة في الدنيا ربنا عز وجل يزيلها النساء في الجنة طاهرات عاففات طيبات حلوات حسنوات وهؤلاء النساء ما فيهم لا حيض ولا نفاس ولا خبط ولا أذى كل ما يعتري النساء في الدنيا ما فيش كذلك الرجال أيضا الرجال في الجنة ليس كرجال الدنيا الرجل قد يكون ربما فيه شك فيه نكد فيه من فيه عدم عناية بشكله وبنظافته كل هذا ما فيش يعني الرجل في الدنيا على صورة يوسف عليه السلام قمة الجمال وقمة البغاء وقمة النظافة والطهر والعفاف ثم لما يدخل الله أهل الجنة إلى الجنة ويتناعمون ويجتمع الأزواج والأولاد والأحباب والأقارب يقولون يا ربنا هذا نعيم عظيم هذا نعيم كبير الجنة أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول لهم الله تعالى هناك ما هو أعظم من الجنة يقول يا ربنا ما هو الأعظم من الجنة الجنة هي أعظم شيء كنا نبحث عنها وقد أكرمتنا بها حصلنا عليها الجنة فيها نعيم الخيال لا يقبل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقولهم الله عز وجل هناك ما هو أعظم من الجنة ما هو ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أعظم ما في الجنة هو الرضوان الله تعالى يرضى على عباده المؤمنين وإذا رضي الله عنك وسمعته أنه يرضي عنك ستشعر بشهوة ولد ومتعة لا تعادلها لا متعة الطعام والشراب ولا متعة النساء والأولاد والبنات ولا متعة الركوب والسفر ولا متعة الأمجاد أعظم متعة أعظم لد وهي رضا الرحمن يقول ربنا عز وجل أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر أكبر شيء في الدنيا في الآخرة حتى قيل إن عذاب أهل النار 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 الناس يتعدبون فيها والجنة يتناعمون فيها ما هو سر العذاب وما هو سر النعيم بعض العلماء قال لك ليس سر نعيم أهل الجنة وما فيها من طيبات وشهوات وملدات وحوريات وليس عذاب النار وما فيه من جحيم بل أعظم ما في نعيم الجنة هو رضوان الله الأكبر ورؤيته ومكالمته وأخطر عذاب في النار هو أن الله تعالى حاجب نفسه عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أهل النار يقولون إن النار تحملناها لكننا لم نتحمل أننا حرمنا من رؤية الله ورضوان الله والمكالمة مع الله والمحادثة مع الله لنا أكبر نعمة وأن الله تعالى كل جمعة يسمى المزيد يرفع الستار فيجتمع مع عباده المؤمنين بل فيه بعد الروايات ليس كل جمعة عند كل صلاة لما نصل لله تعالى ونستقبله المحافظين على الصلاوات الخمس عند كل صلاة الله تعالى يستقبلك كنت تصل لو في الدنيا وأنت لا تراه فيقول لك يا عبدي ها أنا داء أتجلى لك في الآخرة خمس مرات في اليوم ربك يتجلى لك أما الداكرون لله في كل وقت وحين فالله معهم بكرة وعشية لأنهم في الدنيا لا يفترون عن الدكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم تفضلا وإكرما أحبابنا في الله إذا أردتم أن تعرفوا أنفسكم هل أنتم من هؤلاء أم لا ماذا علينا أن نفعل الصفات التي ذكرها الله في ختام الآية ماذا قال أهل الجنة وأهل النعيم وأهل الرضوان الأكبر ما هي صفاتهم لا تحتاج إلى دراسات معمقة ولا إلى أبحاث فيها متاعب بل الأمر بسيط للغاية يقول ربنا عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنتقين والمستغفر بالأسهار أدهم الصفات أول صفة أيها الأحباب الكرام علينا أن نلتزم بماذا بالإيمان بالله دوما نحرص عليه أن يكون في قلوبنا الإيمان بالله تعالى هو رسل المال دائما نجدده جددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الاعتراف بالخطأ والذنب بين يدي الله نحن نخطئ لا عيب في الخطأ لا عيب لا عيب في الخطأ لا عيب أن تقع في السيئة لكن العيب أنك لا تستغفر لكنك العيب أنك لا تعترف بذلك بين يدي الله وتقف بين يديه منكسر الجناح الاعتراف بالدم يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نسأل الله تعالى أن يحفظنا من النار ثم قال الصابرين الصابرين الدنيا فيها فيها متاعب هناك من يصبر على البلاء وهناك من يصبر على الشهوات وهناك من يصبر على الشبهات فكل مننا مبتلى تلك يبتلى بالابتلاءات الفقر والمرض والنزاعات العائلية هناك من يبتلى بالشهوات كدقى نفسه محب للشهوة باغي النساء باغي الخمر باغي الليالي الملاح يقول لك لم أتروى بعد أريد أن أستمتع الشهوة تشده وقام باغيش عارف أنها حرام لكنها تشده وهناك من يبتلى بالشبهات كيبقى عنده الوسواس من خلق الوجود من هم الألي الله من خلق الله من وضع كذا كيبقى الشبهات صعبة جدا وإذا آمن بالدين هل سن حق أم هي ملفقة القرآن حق أم هو مفبرك كيبقى الشبهات والعياد بالله فهؤلاء يصبرون إذا جاءتك أي ابتلاء اسبر كن مع الله تعالى تصبر على طاعة الله وعلى المعاصي وعلى أقدار الله ثم أن تكون من الصادقين الصادقين لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي للجنة إنسان في الصدق من علمات المؤمن أنه لا يكذب أنه لا يخون أنه لا يراوغ المؤمن صادق مثل المرآة يعني ظاهره كباطنه الصادقين والقانتين القانتين لربهم أنه دائما المؤمن يأخذ نصيبا من الليل مرة مرة كنفق في جوف الليل وكنقول هذه هذه مبادرة بيني وبين ربي ربي فرض علي خمس طلوات في اليوم والليلة كفى ولكن أنا أخذ مبادرة مرة مرة بالليل أستيقظ والناس نيام وأتوضأ وأصلي لربي قيام الليل وده يسمى القنوط القانتين لربهم والمنفقين المنفقين إنسان يكتسب المال ويقتطع شطرا من ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين لا يأخذ المال كله حتى لو كان قليل عندي غير ثلاث ألف درم في شر كنأخذ منها واحد شطر كنقول هذا نصرف دراهم صدق للفقراء والمساكين عندي كثير أخذوا شطرا كبير وأعطيه للضعفاء والمحتاجين ثم بعد ذلك أنهم يطلبون المغفرة دائما يطلبوا المغفرة في كل وقت وحين من الله سبحانه وتعالى هذا مقصد قولي تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستفرين بالأسهار نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نفتح خطوطنا للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 أحبابنا الكرام قبل قليل توصلنا بمكالمة من الأخت فاطم الزهرة من ألمانيا تقول بأنها تتعرض لبلاء شديد وأنها تواجه مشاكل الدنيا لا حصل لها بعد طلاقها أصيبت بمس وعندها ظروف ربنا الوحيد يعلموا بها واتخذت الأسباب للعلاج ودفع هذا البلاء ولكن لا زال الأمر كما هو اتصرت أختنا فاطم الزهرة وكتقول لكم أيها الأحباب الكرام بغتكم ترفعوا حد دعوة لها عند الباري عز وجل الذي هو صاحب الأمر واللي هو الشافي واللي هو العافي واللي هو على كل شيء قدير ندعو لها بالفرج فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا دا الجلال والإكرام نسألك اللهم أختنا فاطم الزهرة اللهم ارفع عنها البلاء اللهم فرج عنها المكروب اللهم خفف عليها ما نزل اللهم شفيها وعفيها وداوها يا رب أنت طبيبها وأنت معالجها يا دا الجلال والإكرام رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا ربي اجعل الخير لها في القريب العجل اجعل هذه الساعة وهذه الليلة آخر أحزانها وآخر همومها واجعل يا ربنا الخيرات والبركات في القريب العجل اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج وهذا الشعبان على أبوى برمضان وتقول بأن إحدى قريباتها الأخت مروى أيضا عندها من البلاء ما الله بعليم نسألك اللهم أن تفرج عنها وعن أهلها وعن دويها يا دا الجلال والإكرام يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم يا رب فرج عنها وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صلي على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم تحول إلى أرض الوطن إلى طنجة معنا للا مريم أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم في الحاج قريبا كيف ركا أستاذ لابس عليك حيك الله بنت لابس الله يخلي لك وديداتك وعواش رمبروكة ونهار كبير هذا أستاذ منك يقبط لي التليفون وسأنهضر معك والله نهار كبير دولي الشارع أنا نهضر مع أستاذ فاك الله ما شاء الله عليك رحنا من المستدعين ديولك الله يطول عمركة أستاذ وعطيك فحاحتك وبالفضل ليالك ركت قوينا وكد تعطينا القوة أنا لأفي حياة هذه الله يجهز لك بشري ويسهل أمركة أستاذ يا ربي ابنتيا يا ربي برك الله فيك الله يطول عمركة أستاذ برك الله فيك المفضل ليك السكوبر إني أعيدلك بشنا عوض لك القصة ديالي وأوض şeyi الدعم يا ربي الله يوقف معك أنا واحدة بنتhapeا مريم في طنجة أioè دست وحد لك في ضل حديثة سير وثالث في عويلاتي في جوج في قتل بصر كنت دومي في الميدان الصحي ومشأت لي يعني دس لك في دوم شاني يشوف الحمد لله ربي خذلي عويلاتي واعطاني بني سويد هيبات الله وعبد الله اللهم عليك الحمد دس لأس بني أخذ قبله اللهم عليك الحمد عليك وبالفضل ديالك أستاذ دائما كانت سمعني الحمد لله دائما كانت نطليك تسعطينا القوة الله يسهل أمرك أستاذ ويجازك بخار ويكثر خارك وكان شكرك وكان شكرا من هذا المنبر هذا الأخذ والذي معنا في القناة ديال شجرة الأمل للمكفوثين حتى هو مسكين وقف معي الله يقف معه والله يعتبره وتعرفت على إخوان وحدين أخرين حتى هوا مسحاني في نفس الإعاقة يعني في هذه القناة هذه الحمد لله كان طلب ربي من هذا النهار هذا ودعواش ربي سحال عليهم كامين ونقف معهم وكنشكر الناس ليكيوقفوا معنا في هذه القناة الله يعطيهم صحيحهم كيشجعونا وكي تدعمونا في هذه القناة الله يسهل أمرهم يا رب يا كريم وشكرا بالسيك ورئيبان بالسيك ورئيبان بالسيك ورئيبان بالسيك ورئيبان كيرجعي لك لله تعالى سبحانه الله يحفظك ابنتي الله يبقى عمرك أستاذ بارك الله فيك عافك أستاذ بوستك غدبين معي ومع وليبتي ومع الواليد عندي انتوفي ادعي لي لي بالرحمة ويربي يحفظ لي الموامد يالي خليها لي ويدعي لي مع صاحبتي بالدرية الصالحة إن شاء الله يالله تزوجات كانت من ناس إذا ربي يسهل عليها بوديدات والأخ زاوات حتى هو ربي يرتقوا بالدرية الصالحة وكان سلم على البنات كاملين اللي معنا في القناة كانوا فسلمهم سلامي وكان بارك من العواسط وليخبتك أستاذ الله يطول أمرك ويعطيك صحفة أستاذ لي الصار فأستاذ أنني كنهضر معك في يومه لا عفوة بنتي لا عفوة بنتي مريم احنا شرف لنا وكنشكروك وهنيئلك يعني رغم هذه المعاناة لذكرتها بنتي مريم رغم كل شيء يعني كنلمس في النبر الصوت يديلك الطمئنين والسكين والرضى بالقضاء والقدر وهذه العلامات تعال الإيمان واليقين هنيئلك لأن لو غيرك وقع له هذه الوقائع وهذه الحوادث وفقد البصر وترطي هذه الابتلاءات كان ربما يشعر بالتشاؤم وبالتذمر واليأس وربما قد يناجي ربه لماذا فعلت بكذا وكذا هذا عند الناس دعاء في الإيمان لكن الناس لأنهم قوة الإيمان واليقين يقول كل مبحث شكل ديالك عندهم الطمأنينة عندهم السكينة ويكفي شرفا أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة أنت يا ابنت مريم في هذه الحالة لعل الله تعالى العلي العظيم يباهي بك الملائكة في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إلى أمة مريم شوش حل الابتلاء تطيتها ومع ذلك لاحظوا كيف أنها صابرة ومحتسبة وأنها لا تشكو حظها التعيس بل تقول الحمد لله تعالى هنيئلك يا مريم أسأل الله جل جلاله أن تكون هذه الأحداث آخر أحزانك وبعدها يأتيك الله تعالى بالفرج والأفراح والمسرات ويعطيك قوة البصيرة ويفتح لك أبواب الرزق والعطاء ويجعلك من أهله وخاصته الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وجعلك يوم القيامة مع النساء النبي المصطفى في جنات النعيم ومع فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الجنان وأسأل الله أن يبركلك في الولدات الله ينبتهم النبت حسنة ويعوضك فيهم يجعلهم صالحين طيبين مجتهدين ناجحين فالحين وجميع الناس اللي يتعاون معاك الله يجزيهم بخير تلبو الله تعالى يغنيهم من فضل ويعوض لهم بالعشرات والمئات والألاف يا رحمن يا رحيم وكيف جمعنا الله تعالى في هذه الساعة المباركة نسأله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة ومينا ومزدلفة ويوم القيامة يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين آمين آمين يا أكرم الأكرمين ونواصل أيها الأحبة الكرام ونتحول إلى بمقرير معنا السعب الإله حالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله عمي الحاج حياك الله حياك الله سدعب الإله كده رسد الله نسأليك الله يحفظك ورعاك مولاي كده مع الصحيحة وكده الأخ سامي في الإخراج معنا ليلة هذه أي نعم سي سامي دائما في الخدمة والله إلى رجل طيب ورجل فاضي الله يخليه لنا الله يخليه الله يحفظك مولاي دائما هو كدير وحد العامل كتير ولا يظهر ما كيباش في الميديا ولكن سي سامي هو اللي يمسك الخيوط كلها ويستقبل المستمعين وينسق بنا المكالمات ويقدم الخدمات فجزاء الله عنا خير الجزاء أمين 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 طيب الليلة هذا هو المتنون فيه كل شيء يشكره قال إخوان كيشكره وعلي هذي الليلة هذه المباركة ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى ليلا هذي الله قلوب ديالنا وتشوقنا الله تعالى يعني الإنسان غير يرضى بدك شيء يقسمني الله تعالى وربي كبير ربي كبير يا رب كل ما كتسد باب كيتحل أبواب كبيرة وكبيرة جدا أنا عند زريب ودي عمي الطيب كتمرت من شيء ظروف لي صعيبة وصعيبة وتك نقول هذي اللخرى وإذا بيتك يتحل شباب من الأبواب كبيرة سبحان الله أعطى الله كريم وأعطى الله إذا أعطاك المولى كما تقول العمي الطيب أداشك يعني الإنسان يعيش على التفاؤل ويعيش على الأمل ويعيش اليوم اليوم بطوله وعرضه ولا ينسى الأوقات الأوقات الصلاة تعطي الإنسان رفع وتعطيه رفع في الدرجة وتكون عندك الزوجة طيبة ويكون عدت له ولدات ديالك تكون منك تدخل بيديالك وتلقى الزوجة فرحانة ولدات فرحانين كتزيد سعد في قلبك عنه وكان ديد شيء سجد شكرا لله شكرا لله وإكرامة وكان ترحم على المرحومة بالرحمة والمغفرة والحمد لله الله بأمين إن الابتلاءك صعيب صعيب ولكن الحمد لله ربي جاب تسير وربي الحمد لله فتح لنا أبواب وأبواب لو إن شاء الله نصرده بحلقات تكون إن شاء الله باش لتصدر المسامعين يتذكروا أن الإنسان واخر بتضرمع الحاجة سمعتها أمي يا مولي والله أمي إلا إلا الإنسان كتفرح في القلب ديالك ومليك تنشي كتكون من عمار بيت الله ومليك تختار خطوات لله ومليك تكون إنسان تحب الله الله كيتجل عليك وحتربي كي يعطيك شي بشارة ديال الخير في المنام كي بشرك الله تعالى وكتعيش أنت دائما فرحان دائما سعيد دائما القلب ديالك مطمعا والعرزق تأتي من هنا ومن هناك رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك والله يقول الإخوان كتلقى ديك المحبة ديال الخلق بين الناس كنا عندك هذيك الحضوة كتقول هذي من الله هذي من الله فضلا من الله وإكرامه ومن يعمى بيله واللي بغي يتعرف علينا أكتر فأكتر فيدخل لهذيك القناة المحبوبة اللي صبع الحمد لله فضل بعض الله سبحانه وتعالى والدعم ديالكم عمي الطيب الحمد لله هذي القناة رغادي اللي إن شاء الله نخطط خطوات للأمام وبغينا اللي بغي يدخل ويتعرف على السعب إله يدخل أخويا ويدير محبك البحث ويكتب شجرة أمال للمكفوفين ويدير معاناة عبد الإلام بن جريب ويعيش ويشوف الظروف ويشوف الإنسان كيفش يعيش لا إله إلا الله عال وليد بي أدرا معك عمي وخام إلي وخام إلي بارك الله فيك لا بس كل رجل بس عليك لا بس عليك أولدي كل شي بخير بخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحفظك الله ينبتك نبات حسنة بحي مع بابا وماما ميسرية أيها بابا الله يرحمها الله يوسع لها الرحمات الله يجعل في أعلى عليين الله يجعل في أعلى عليين لا إله إلا الله هذي الوليد هذي القطع الله يحفظوا لك الله يخليه لك الله يخليه لك يا ربي يا كريم شكرا لك شكرا لك ما شاء الله هاد الوليد كنت نذكر هدي تقربين وحد سنتين الوليد دي له السعب لي لفاقدي البصر هو كيت لبرزقه عند الله تعالى احنا كنا كنت لبرزقنا عند الله عز وجل مع الفجر وحد الليلة كيت تصل بيا وكي بكي وكي قول لي يا رهل المرض يالي ها هي توفيت بجانبها يموت توفيت وهي حامل وهاد الوليد الصغير كي بكي وكي قرأ لي الفاتحة صغير يعني ست سنوات وكي قول لي ماما فقي ماما فقي والسعب لك يقول لي مع الفجر المرحومة هي حدايا وكي بكي بكاء دي الأطفال الصغار النحيب والوليد اللي قطع لي قلبك يقول لي ماما هاي حدايا ماما يقول لي فقي ماما وكانوا فرحانين بذلك المولود ولكن مشت عند الله تعالى لكن ربي عز وجل بغاها وحبها وخض إليه والله تعالى إذا أخذ عوض الله تعالى دي من الهم والغم لا يطول هذي قاعدة من القواعد الشدائد لا تطول اشتدي أزمة تنفرج هذي قاعدة عند الله عمر وهذا ما عنده الأزمة غطول قريبا غد زول إلى ذات اليقين في الله وهذا الشي اللي يقع ما سعب الإله ربي عوضه سبحان الله تعالى وجاب لي واحد زوجة واحد المومنة واحد صالحة واحد درويشة فرحان بها وفرحان بولدة هذا الوليد وحد الوليد آخر توا عنده إعاقة معه هو رغم فقد البصار احنا كنستفدو منه هذا شاب سعب الإله كنستفدو منه لأنه انا كنقول لي ولي الله لأنه رجل داكر رجل يقرأ القرآن بالليل والنهار في مدة قصيرة احفظ الكثير من الأحزاب وإذا سمعتموه يقرأ القرآن الكريم ما شاء الله مستوى رفيع مستوى جيد في القرآن ودائما لمعروف عليه أنه من رواد المساجد مكفوف مرة كتشوفوا غادي هاوكياء مسكين بالأعصار ديالو في الدو وهو طويل قام ونحيل ويسير محدود بالظهر بلحيته التي تعطيه هبة وجلال وغادي متوضع وغادي بسندلة دي الميكا والأعصار وغادي قاصد بيت الله وكيبانو لي الناس خرين كيجريو هذا غادي الخدمة وهذا غادي المشروع ديالو هذا غادي ككورة القدم وهذا غادي الوحد الصهراء وهو غادي كيهرول في غادي غادي الجامع من رواد المساجد عمر ربي من خيبك السعب الإله اللهم تعالى ينسعك الرزق حسنا اللهم تعالى إنورك ونكن سميك عبد الله ابن أم مكتوم المذكور في القرآن العظيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبد الله ابن أم مكتوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رأاه يقف له احتراما وإجلالا يقول لي يا رسول الله هذا الصحابي هو مكفوف وفقير وكل ما قدم تقوم له اجلو احتراما كأن الوالي أو العامل أو الوزير قدم وما كديراش مع الآخرين علاش هذا قال يوم هذا الذي عاتبني الله في أجله يقولي تقدم يا من عاتبني الله فيك ربي قلتين محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إن شاء الله في أحد الحلقات نشرح هذه القصة ومتفرعتها شكرا لك أخي عبدالله الله يحفظك الله يرعاك الله يبرك فيك وكنقول السادة المستمعين وحنا على أبواب رمضان هذا الأحبة الكرام من المكفوفين ومن اللي عندهم إعاقات راهم يبدو أنهم محتاجين للمساعدة إحنا نساعدهم بطريقة سهلة يعني غادي نشيو مباشرة للمحرك البحث وغادي نكتب قناة هلال للمكفوفين أو قناة أمل قناة أمل للمكفوفين وغادي نلقوا لفيديوه ثم غا نلقوا السعب الإله غادي نشوف الصورة دياله وغادي نشوفه في البيت دياله هو أخوه أيضا مكفوف هو مكفوف أخوه مكفوف وابنه مكفوف والعائلة فقيرة والابن يتيم وابن الصغير معاق ورغم كل هذه الظروف مؤمنين صابرين والحمد لله عندهم إحنا كننخذ منهم العبرة إحنا كنعلمونهما دروس عملية أنا اللي كنقول دبا الآن في الكلام هذا غير دروس قولية ولكن هما دروس عملية أفضل منا نسأل الله تعالى أن يسخر لكم أهل الخير والفضلي في هذا الرمضان المعظم إن شاء الله كل واحد يوصل النصيب دياله من الطعام والشراب والمواد الغدائية والمساعدة المالية باش في هذا الرمضان هذه الإخوة ديالنا كلهم يعيشوا بسلام كنعود نذكر الأحباب الكرام اللي بغي يساعد يعني من اليد إلى اليد كغير يدير غير يكتب في محارك البحث قناة أمل للمكفوفين وغير يقلب غير يلقى واحدة المجموعة منهم سعب الإله وغير يلقى كذلك قناة هلال للمكفوفين غير يلقى مجموعة تانية رجال ونساء وغير يدير كذلك في محارك البحث شجرة نور للمعاقين هذه خاصة بالمعاقين حركيا من الناس المشلولين واحدة المجموعة كذلك السيمو حمد من الخميسات يقوم بإدارتها غتتوسط معهم غتتخرقوا تليفون غتتسعدوا مباشرة مباشرة دونت أي وسطة غضي يوصل الخير لأصحابه أسأل الله تعالى أن يرزق نوائيكم صبر الأنبياء والمرسلين وصبر أيوب عليه السلام وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الناس كلهم لكي بعتلكم المساعدات رغم أنكم تحتاجون إلى الكثير والكثير والكثير حافظكم الله ورعاكم الله وحياكم الله أسأل الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيمو حمد من الخميسات مرحبا أهلا بك ربما هناك مشكلة في التواصل مع السيمو حمد من الخميسات السيمو حمد هو اللي عنده القناة دارها خاصة بالمعاقين حركيا سماها قناة شجرة نور للمعاقين ناس لهم عندهم إعاقات حركية طبعا مع أنهم عندهم ظروف مادية دير الفقر حتكين بعض ناس لهم عندهم إعاقات ولكن الحمد لله مستورين ناس لهم مكفوفين أو عندهم شلولين أو غير ذلك ولكن مستورين الحمد لله كاللي قاري كاللي موظف كاللي عندهم شروع كاللي عنده عائلة كبيرة هذو ما كانت كلموا عليهم هذو الله يعونهم والله يزيدوا من فضله أنا كانت كلموا عن الناس اللي هما عندهم إعاقات وعندهم الفقر المدكع لا خدماء لا قراء كبالهم المستقبل غامض هذو هما لكي نقلبوا عليهم باش نكون نتعاونوا معهم والسي محمد من الخميسات هو عنده إعاقات في دو فرجلو وطبعا اليوتوم والفقر وعيش منفرد يعني أبتر ما عنده لا لا وليدين ولا أجداد ولا أولاد ولا بنات ولا إخوة يعني بوحده عيش في واحد مستوى ودن هذ المجهود وانشاء هذ القناة وكيقول للناس اللي هما عندهم إعاقات ودروف صعبة يصفطوا لها لفيديو في القناة دياله وبالمقابل الناس اللي هما أهل خير اللي كي بغوا يساعدوا الناس المعاقين كي توصلوا معا في القناة وكي مدهم بالمعلومات وكي كتصلت على المساعدة إلى أيديهم مباشرة دون وسطة كنشكروك سيد محمد وإحنا كنتابعوا للمجرى ديالك رغم العقبات ولكن شاء الله ربي رغم وفقك وهذا رمضان كنت مننا إن شاء الله أهل الخير اللي بغوا يساعدوا الناس كنت بدو بهذه وأرجوكم إلا قدرتوا تبدو بالعنصر النسوي لأنك أنت بعد الناس اللي المكفوفين كين ذكوروا كالإينات كل شي محتاج كل شي فقير ولكن أشد الناس احتياجا العنصر النسوي علاش؟ لأنه واحد المجموعة للأخوات المكفوفات أو المعاقة ما عندهم لها إلى الولدين توفوا أو الولدين كبروا وما عندهمش واحد يساعدهم هما ما تزوجوش ما كين لا زواج لا قرية لا خدمة لا مدخول وعايشين في واحد الصمت رهيب رهيب جدا كانت كون من بينهم الأخت حنان من وزن كذلك الأخت الوزنة من باب برد واحد للا زهور من طنجة واحد مجموعة أخرى كبيرة من الأخوات اللي كين في بن سليمان في طنجة في سيديقاسم واحد مجموعة هذه الأخوات كلهن هذا العنصر النسوي هو عنده معاناة مضاعفة ما زال الرجال عندهم وحد القدرة على التحمل ما زال الرجل كالجه القدرة على أنه كي تر بعض مرة تتسول كين بعض منهم كي يقول لي يا أخير اني قهرني الفقر أخرجت المديت ما تقهرت ما لقيك وهما ما كي مش تسوله كي بغي يبقى كريم معزز وملأوا أوقاتهم بالقرآن العظيم والذكر الله تعالى فنحاولوا تعودوا معاهم في هذا الشهر الفضيل للرمضان المقبل على الأبواب الله يدخل بالرحمة والمغفرة والتواب واليمن والإيمان على الجميع شكرا لكم إخواني الفضلاء ونحاولوا إلى أين إلى إقليم سفرو إقليم سفرو معنا للا فتحة السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للا فتحة المرضية أهلاً وسهلاً عمي واشر مباركة وكل عم وأنتم خير الله يدخل عليكم الشهر المبارك بالقرآن والصيام والقيام إن شاء الله والأفراح والمفرح يا ربي بنتي يا ربي بارك الله فيك حافظك الله ورعاك الله وأسعدك الله يا رب الله بارك لك في الوليدات ورحم الوالدين إن شاء الله رحمة واسعة يا رب العالم يا رحمة يا رحيم بارك الله فيك شكرا لك بنتي للا فتحة المرضية دائماً كتسمعوا الصوت ديالي كنتي الحمد لله رغم الظروف صعبة وأنك مكفوفة أيضاً وكتعيش الفقر المدقع ولكن الحمد لله قطينا أمي الحاج وإشنا فرحاني بهذا الابتلا هذا ما شبتي لا بالعكس هذا الفرحة هذي كنتي بها أنا بتاعش فق رأسنا لا إله إلا الله على صدرنا بإعاقة الحمد لله بنتي الله إجعلك يوم القيام مع نساء النبي المصطفى الحمد لله أمي الحاج عندي واحد السؤال ونفرحانا بزاف أمي الحاج بزبزبزبزب مرحبا بنتي بتيحة واحد رجل الأخت بديالي بغاني نسولك لأنه عنده مرض وقلب ودير للطريق ديال القلب أيها وقال لي هذي العام حص براثه متعب بزاف وبغاي سولك واشي من كله يصوم ولا ما يصومش وعندي واحد طلب عمي الحاج أيها بنتي كانتوا من النص طيبين المحسنين اللي في الحقيقة خيرهم فضلهم علينا كتير كانتوا منهم يدخلوا للقناة ديالتنا سجارة هلال للمكفوفين ويشوفوا الفيديو ديالي يسمعوا الفيديو ديالي لأنه وقام درت فيديو صوت الصورة را عندي فيديو غير مشجل يشوفوا معاناة ويحية فاتيحة مصفرو بغيتم يتساعدوا معايا وعيد شجارة بيلال للمكفوفين إن شاء الله شجارة بيلال للمكفوفين يدخلوا لعندنا ويشوفوا معاناة فاتيحة مصفرو وغيتم نوزيه واحد شكر للأستاذ عبد النور شكر كبير وفرحة كبيرة لأنه وفضله غد ينحفوذ القرآن الكريم إن شاء الله قد قل للان تفتت في الأمانة تفتت في السجالة ديالقرآن الله يزيدك نور على نور والله يفرح كما كتفرحنا ويبارك لي فيه ليدة بدياله إن شاء الله يخل لي يا ربي دائما فرحان ودائما ساعد كما كيسعد بإذن الله شكرا لك بنتي شكرا ويشوف الله يفرح الله يفرح بولي داتك ويجبك أن خير الجزاء إن شاء الله وكانت من المحسنين يدخلوا شجرة هلال للمكفوفين وخابنتي بإذن الله وخابنتي شكرا لك للي فتحة من صفرو فتحة هي أيضا معاقاة وكتعيش وحا الظروف قهرية ومع ذلك هي دائمة الابتسامة والرضى بالقضاء والقدر هي ذكرتنا بقناة أو شجرة هلال للمكفوفين سعبد الله عبد الإله من قبل منها قال لنا شجرة أمل للمكفوفين بمعنى هذي الناس داروا مجموعة الأولى داروا داروا واحد للقناة سموها شجرة أمل للمكفوفين وجدت مجموعة ثانية من الناس اللي هم مع ذلك إعاقة وداروا شجرة هلال للمكفوفين هذه تعددية يعني بحل أحزاب سياسية كالقوة في التعددية بحل في النقابة كالقوة التعددية هذه طبيعة بشرية كالقوة التعددية قرآن كي تنفسوا في الدكر كي تنفسوا في الفقه كي تنفسوا في العبادات وعدت كل منافسة في تحصيل بعض المنافع ثم لا ننسى الشجرة الثالثة هذه أشجار وارفة الشجرة الثالثة هي شجرة نور للمعاقين اللي هي للمعاقين حركيا معاسي محمد من الخميسات كنشكر هذي الناس كلهم على المجهود لهم لأن هذي الناس ما القوش يعني كاللي منهم تم تسجيله باش ياخدوا واحد الاستفادة في التكافل والتضامن اللي درته الدولة في هذا المشروع الإنساني الكبير لكن كان مجموعة عندهم كان لنديس طالع لنديس طالع واحد مجموعة لم يستفيدوا من هذا التكافل والبعض الأخر لا يستطيع أن يكسب قوت يومه فكانت هذه الوسيلة للتواصل مع أهل الخير والبركة كنشكركم للفتحة وجواب على سؤالك الفقهي هذا الشريف اللي عنده مرض القلب ودبع على أبواب رمضان كما لا يخفى على كريم علمكم أن من خصائص الشريعة الإسلامية هي اليسر ودفع الحرج الشريعة الإسلامية لماذا ربنا عز وجل جعلها لكل الناس وصالحة لكل زمان ومكان ولسائر الأجناس والأقوام لماذا؟ لأن من أهم خاصيتها اليسر ودفع الحرج فالصيام هو شفاء هو دواء للجسم البشري خاصه 12 شهر خاصه واحد شهير يعيش الجوع والعطش علاش باش يتخلص من السموم ومن دهون الزائدة هذا طيب نبوي وطيب رباني لكن الله تعالى يعلم بأن هناك أناس مرضى وناس عندهم مرضى أكثر من هذه الأمراض دي السمنة أو دي التخلص من الزوائد في الجسم عندهم مرضى أخطر هذا لا يصوم طبعا فأهدوك تسمى أصحاب الأعذار الشرعية هناك المرضى وهناك النساء اللي عندهم ظروف صحية بحل المرأة الحائض مرأة عند الحائض ديلها لما ينزف الدم كتكون القوة ديلها ضعيفة كالضعاف المرأة من الأيام ديل الحائض راما كتكونش طبيعية 100% الهرمونات في شكل واحد الخلل وكتعود متوترة عصبية ربما نكدية لهذا الرجال يخصم دائما يعتبر بأن المرأة إلا أصدر منها واحد الفعل تلتمس لها العذر لأن ربي عز وجل كاتب عليها هذه الحائض ثم المرأة الحامل تحمل في بطنها جنين يأكل من لحمها ويشرب من دمها فكتكون اهتهية متقلة ومتعبة فإلا أصدر مننا واحد القلق أو واحد التوتر نلتمس منها العذر ثم المرأة نفساء المرأة نفساء لأن بعد البلاداء كتبقى تقرب 40 يوم والدم ينزف لتطهير الرحم وتنظيفه من الداخل وذلك الدم لكي نزل كي يكون منها كتكون ضعيفة لا نأخذها إذا وقع منها أي تصرف ثم عند الرضاع المرأة المرضع والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فالرضاع أيضا كتعطي من اللبن ديالها من الجهد ديالها من نفسية ديالها من طاقة ديالها للراضيع فهي ضعيفة وفي هذه الحالة إذا وقع منها واحد تصرف لا ينبغي أن نعاتبها نلتمس لها العذر وهكذا ربي عز وجل قال لنلتمس العذر لهؤلاء النساء وربي عز وجل التمس منها العذر وقال لهم أفترنا تقول لهم ما كيفتروا يعني في رمضان أنها متصوم كتفتر وفعدة من أيام أخر حتى يفتر رمضان وربي قال لك لأيام الله طويلة إن شاء الله وذلك الأيام تردها لتكون في وضعية سليمة فالمريض والمرضع والحامل والنفساء وكذلك الشيخ الهرم وأيضا الطفل الذي لم يبلغ الحل ما ديقول لهم ما يقدر يصوم الشيخ الهرم والطفل الصغير ليه عنده قوة ما يصوم وطبعا المريض عنده مرض مرض القلب ولا مرض سكري ولا مرض تونسيون ولا أمراض اللي هي صعبة في الصيام هذا لا يصوم إلا عنده مرض يرجى برؤه كيفطر ومن اللي يدزو حد المدة ويمتتل للشفاء كيردل أن يملع ليه يصومها أما إذا كان عنده مرض لا يرجى برؤه هذا المرض مزمين غير بقى معادي من لا قدر الله فهذا يفذي عن كل يوم من أفطر يفذي ومن دابة من دابة الناس اللي غد يفتروا في رمضان لا حرج إلا كانوا مرضى أو إلا كانوا من أصحاب الأعضار الشرعية الطريقة للإفطار الصائنين رأى ممكن من دابة نفكر لها وهي إعداد قفة رمضان قفة رمضان ده بالآن واحد المجموعة للأسواق الكبرى في بلادنا كتدر واحد المنافسة تعد أجود قفة لرمضان بأقل تكلفة كتدر المواد الغدائية الأساسية من دقيق وقمح وشائر وأرز وحليب وسكر وشاي وقهوة وألبان أو شيء من المشتقات الحليب أو غير ذلك هذه زبادي وغيرها هذه كلها واحد المنافسة الآن في الأسواق علشه ده موسم موسم أن الناس اللي ما يصموش رمضان لأنهم عندهم عذر شرعي جزاؤه أنه خاص يطعم مسكين القيمة القيمة المحددة عند العلماء هي من ستمية احتلت من مئة درهم من ستمية احتلت من مئة درهم يعني ده واحد العامين كانت غير ستمية الأسعار كانت منخفضة ده بالأسعار زادت شيئا ما فتقريبا الشهر كله الشهر كله هو حوالي 800 درهم ستمية احتلت من مئة درهم 12 ريال إلى 16 ريال يعني إنسان كي ياخذ هذا المبلغ وكي مشي عدمه الهري ولكن يمشي شي سوق من الأسواق الكبرى وكي تقدها كلها مواد غدائية إما يجمعها كلها في قفة واحدة أو يجمعها في ثلاث قفة بعض الأسواق الكبرى كتديل القفة بمئة درهم هي قفة متواضعة قتديلك واحد الأسبوع تقريبا وكي يبغي يتعفة كبيرة ضخمة ديلك شهر كله انتحور قسمها ولا أعطيها كاملة وكل واحد رزقه لأن الناس كوتر وكل واحد كي يجي النصب من هنا وهنا وهناك وربما يخلل التواحد لا الله هو الرزاق دي القوة المتين كل شي غي كل شي غي يشرب كل شي غدي يحصل على القوت دياله ورا من قبل الليجان الاقتصادية والاجتماعية في العملات والأقاليم والجماعات والجهات دار الدراسة استباقية والقاتل الحمد لله أن المنتوج الغذائي في بلادنا متوفر وبكثرة جميع المواد الغذائية متواجدة رغم الجفث ورغم غلاء الأسعار ورغم الحروب التي حولنا الحمد لله مغربنا العزيز بباركة الله والدعوة الصالحين والصالحات الخير كل موجود ولمدة طويلة ينعبنا ستوك لشهور إلى الأمام الحمد لله من خافوا من الفقر ربي غني وما زال ربي غزيزنا خيرا في خير كلما كان تراحم فيما بيننا وكان تعاون فيما بيننا وكان الإحسان فيما بيننا الله تعالى يزيد خير في خير فالناس اللي هم عندهم هذه الأعذار بحلد الشريف اللي عندهم مرضي القلب ما غيصومش ملدى ما يبدي فكر أنه يخرج الفدية ممكن تخرجها قبل أول رمضان أو في الأسبوع الأخير من شعبان كتخرج هذه الباركة مبلغ هو من 600 حتى من 200 ميادرهم كتغطي لك الشهر كله كيلك يخرج في هذه الأيام وكيلك يخلي تلخر إن شاء الله بعد ما يجي رمضان ونصبوا الأيام ديالو يربيطوا العمر ومن اللي تجي ليلة القضي كين بعض العائلات كيخرجوها كوسكوس كديرو كديرو القصاع لكسكسو لأن الناس في القضر كيبقوا صهرانين حتى الصباح ما كين عسوش وكين الفقارا كيجمعوا فكين بعض العائلات كما نصحهم بعض الفقهاء أنهم يصنعون الطعام لأن ربي قليك طعام المسكين فكيلقوا كي كل قصعة كيجمعوا فيها عشرة ديال المساكين أو ناس مصلين بعد على الأهل ديالهم أنه غدي يبقى للكول هو كيصلي كتجي منتصف في الليل كيشعر بالنجوع ما يبغيش يمشي رجعتها دارو يعود يأكل غدي يضيع هاد الليلة فكيرقى أمامه قصعة تقصو تأوذي زافير كل شي يأكل كتحسب عشرة الناس كل قصعة كتجمع عشرة الناس عشر أيام يعني ثلاثة ديالك صاعي هي شهر ثلاثين يوم كدت ثلاثة ديالك صاعي ديالك صو وكياكلوا الناس في ليلة القدر وكين اللي كيخلي احتقال بعد رمضان كل جمعة كيخليش قصعة الباب الجامعة كيلقى بعض الناس ضعفة اللي كيطلبوا اطلبوا المساعدة متساولين كلنا ضعفة عند الله تعالى وكل جمعة كيخليش قصعة وكيلي كيدي هالشي ورش ديال العمل ديال البنائين الناس بالنايا عطاشة جوا من بعيد ومساكن خدامين بلعطاشوا ملقى كياكلوا غير بيدوا المطيشة وتقهروا بل كيبقى واحدة قصعة مسجية بين يديهم كيعتبروها مائدة من السماء كيف رحوه يكلوا ويدعوا ودعوة الخير وبعض الناس اللي يخدامين في أي مكان فالطرقية كثيرة ومتعددة المهم أن يقع الرواج الاقتصادي ويوقع التراحم الاجتماعي ويوقع الحالكة كالدور ربي عز وجل في هذه الحكمة من الشريعة الإسلامية هي كل حالكة كالدور كل شي يكل كل شي يشرب ميكونش الادخار ميكونش ذلك الادخار لهوية عبارة عن اكتناز للادخار من أجل الاستثمار هذا مطلوب أيضا ولكن المقصود به كل شي يكل كل شي يشرب أسأل الله تعالى بنت فتحة الله يحفظكم ويرعاكم وشافكم ونطلب الله تعالى يبلغنا وإياكم رمضان وهو عنا راض غير غضبان إنه سميع قريب مجيب الدعاء أحباب الكرام في ختم حلقة هذه الليلة المباركة تعالوا بنا ندعو الباري عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وهو القائل جل علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاللهم يا رب العالمين يا مبدع الورى هبنا يقينا يقين الهم والكرب والعنى يا قدوسا قدس من الهوى نفوسنا يا غفارا اغفر ذنوبنا يا قهارا اقهر من ظلمنا يا جبار بدد عدونا يا رزاق وسع أرزاقنا يا مقيت هبنا قوت يومنا يا عليم بالعلم نور قلوبنا يا نور نور ظاهرنا وسرنا يا هادي قوم طريقنا يا معز بالزهد والتقوى أعزنا يا مذل بالصفو ذلل نفوسنا يا حليم بالحلم خلق نفوسنا يا قوي قوي عزمنا يا رقيب اعفو عنا وعافنا يا مجيد يسر أمورنا يا وكيل توكل عليك فكفنا يا صمد لا تكن لأنفسنا يا نافع انفعنا بأنوار ديننا يا قادر خلص من الغير سرنا يا محي بذكرك أحيي قلوبنا يا مميت على التوحيد والإسلام قدر موتنا يا باعث ابعث على خير حال وارضنا وارض عنا يا سميع اسمع دعاءنا يا بصير بصرنا بعيوبنا يا بارئ ابرأ من كل نقص نفوسنا يا بر لا تمنع إحسانا بعصياننا يا عفو اعفو عنا وعافنا يا لطيف ألطف بنا وبأحبابنا يا رؤوف ارأث بنا وبإخواننا يا تواب جد بتوبة تمح بها عضائم جرمنا يا شكور بالشكر أنعم علينا تفضل يا واحد فرج كربنا وغمنا يا مانع امنع كل كرب يهمنا يا مؤمن تبث إيماننا يا جليل أنت ملادنا يا غني عن غيرك اغننا يا عزيز جد بعز وقوتنا يا متكبر فيك كبر شؤلنا يا واجد أنت الغني فاغننا يا ماجد شرف بمجدك قدرنا يا رافع ارفع لنا ذكرنا يا خافض اغفض لنا القلوب تحببا يا جامع اجمع عليك قلوبنا يا واسع وسع لنا العلم والعطى يا رشيد ارشدنا إلى طريق التنى يا شهيد اشهدنا علاك بجمعنا يا أول ويا آخر أنت في الكل حسبنا يا ظاهر يا باطن بالغيب لا زلت محسن يا ولي يا حميد ليس لك إلا التنى يا علي يا كبير تعاليت عن وصفنا يا رب بأسمائك الحسن دعوناك فتقبل دعاءنا واستجب لنا اللهم يا معين بك استعنا فأعنا وبك استغنينا فاغننا وعليك توكنا فاكفنا اللهم يا مالك أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجر اللهم يا رب يا كريم إنا ببابك المستعيدون يا رب ببابك العبيد المساكين المهمومين فرج عنا كل هم يا غيات المستغيتين ويا غافر ذنب المدنبين اللهم عجل لنا بالفرج اللهم يا أرحم الراحمين في هذه الأيام المباركة في هذه الأيام المعظمة أتمم علينا النعمة أتمم علينا الفضل أتمم علينا العافية أتمم علينا الستر اللهم جبور كسرنا اللهم جبور كسرنا وارزقنا زيادة في البر يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك اللهم زدنا قوة نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك اللهم يا رب العالمين بك نستعين وعليك نتوكل يا دا الجلال والإكرام اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا الخير حيثما كان وحيثما توجهنا وصخر لنا الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة ويسر علينا كل صعب وهو علينا كل يسير اللهم يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض ويا هادي القلوب اهدي قلوبنا للإسلام وإلى اليقين اللهم يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد وخلقنا بخلق سيدنا محمد اللهم وأدبنا بأدب سيدنا محمد اللهم وحينا وأمتنا على دين سيدنا محمد اللهم وابعتنا تحت لواء سيدنا محمد اللهم واسقنا من حوض سيدنا محمد اللهم واشفع فينا سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا عزيز يا واحد نسألك اللهم يد الجلال والإكرام أن تفتح لنا أبواب الخيرات يا بارئ يا حافظ أخرجنا من الدنيا على السلامة اللهم يا ربي واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة اللهم واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك اللهم يا رب العالمين نسألك يا نور السماوات والأرض نسألك اللهم الستر في الدنيا وفي الآخرة اللهم يا حنان يا منان يا عالما بحالنا وغنيا عن سؤالنا نسألك اللهم أن تجمع شملنا اللهم اجمع شمل الأولاد والبنات والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات والعائلة والأحباب والجيران والأقارب اللهم اجمع شملنا اللهم انزع من قلوبنا حد الشيطان يا رب انزع حد الشيطان من قلوبنا ومن صدورنا واملأ قلوبنا بطاعة الرحمن اللهم يا ربي اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا يمحزنون اللهم اجعلنا فيما بيننا متحبين اجعلنا فيما بيننا متعاونين اجعلنا فيما بيننا نصبر بعضنا على بعض ولا يحاسب بعضنا بعض اللهم يا ربي وافتح لنا باب القبول وافتح لنا باب التيسير وأغلق عنا أبواب التعسير اللهم شافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل اللهم اشفنا من الامراض البدنية واشفنا من الامراض الروحية واشفنا من الامراض النفسية واشفنا من الامراض العقلية اللهم اشفنا من كل الامراض والاسقام وارزقنا القوة وارزقنا المدد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وادخلنا الجنة بلا حساب ادخلنا الجنة بلا عتاب واجعلنا بجوار سيدنا محمد في اعلى جنة الخلب يا دل جلال والاكرام يا رب العالمين ونسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن تكون لإخواننا في فلسطين وليا ونصير اللهم إن إخوانا لنا من أهل العقيدة والإسلام يعانون أشد البلاء ونحن عاجزين أن نقدم لهم المساعدة اللهم نسألك يا رب العالمين أن تكون لهم وليا وأن تكون لهم نصيرا اللهم كن لهم وليا وكم لهم نصيرا اللهم تولهم بكامل العناية وبكامل الرعاية اللهم سخر لهم من يحفظهم وينتصر لهم يا رب إننا نحاسب أنفسنا على عجزنا وضعفنا اللهم يا رب العالمين أنت ولينا ووليهم وولي عبادك المسلمين اللهم نسألك أن توحيد أمة لا إله إلا الله على كلمة سواء اللهم واجعلنا خير أمة أخرجت للناس وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله